تبادل رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي مع ملوك وأمره ورؤسات دول العربية والإسلامية التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وأعرب الرئيس باسمه وعضاء مجلس القيادة الرئاسية في برقياته عن أصدق تهانيه بهذه المناسبة الدينية العظيمة متمنيا لإخوانه قادة الدول العربية والإسلامية موفور الصحة والسعادة والحكوماتهم وشعوبهم التقدم والازدهار اشتركوا في القناة